حيات مننا الظلة بعد أيام من التحشيد عبر مواقع التواصل الاجتماعي نزل المتظاهرون في بغداد وعدد من المحافظات احتجاجا على وصول الأوضاع إلى مستوى لا يطاق ابتداء من فساد الحكومة وأحزابها والذي ينخر مؤسسات البلد مرورا بترد الخدمات وسوء الأوضاع المعيشية وانسداد الأفق السياسي وليس انتهاء بصم السلطات آذانها عن كل الدعوات التي تطالب بالإصلاح بل واستخدام العنف المفرط تجاهها دعوات شعبية نجحت في تجميع أعداد غفيرة في تظاهرات لم تتبنها أي جهة سياسية أو دينية ولم تستطع حتى الساعة ركوب موجتها كما جرى في مرات سابقة أمر جعل البعض يتحدث عن جيل جديد من الاحتجاجات التي أرعبت السلطة لا سيما بعد أن رفعت التظاهرات سقف دعواتها وصولا إلى المطالبة بإسقاط النظام السياسي لتبدأ حفلة العنف الذي تسبب بسقوط عدد من القتلى ومئات الجرحى أعقبتها حملة اعتقالات أجبرت العشرات على توقيع تعهدات بعدم التظاهر اللجنة التحضيرية للتظاهرات تحدثت عن فشل أحزاب السلطة في ترهيب المتظاهرين بعد أن أدركت أن ركوب موجة الاحتجاجات أصبح مستحيلا كما أن فشل محاولات الشيطانة دفع الأحزاب وميليشياتها إلى التشويش على التظاهرات من خلال رفع الشعارات ومطالب جانبية وقضايا فردية يناد بها منتمون لتلك الأحزاب ويسلط إعلام الحكومة الضوء عليها بغية حرف الاحتجاجات عن مسارها في جميع ميادين التظاهر لم تكن الصورة تختلف كثيرا مواطنون غاضبون يرفعون علم العراق فقط وينادون بالإطاحة بالنظام السياسي القائم وعزل حكومة عادل عبد المهدي وقوات أمنية تستخدم الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع والماء الساخن في محاولة تفريقهم وإصابات بالجملة في صفوف المتظاهرين السلميين لكن وقع الاحتجاجات التي تواصلت لساعات والتفاعل الشعبي الكبير معها خاصة بعد الإجراءات الأمنية التي أثارت قلق منظمة العفو الدولية أجبر عبد المهدي على عقد اجتماع طارئ لما يسمى مجلس الأمن الوطني وإصدار بيان أعلن فيه اتخاذ حزمة قرارات بشأن الخرجين وحملة الشهادات العليا الذين كانوا إحدى محركات الاحتجاجات قرارات جاءت متأخرة كالعادة والأنك أنها تبقى مجرد وعود تسعى لامتصاص غضب الشارع الناقم على النظام السياسي بكل عناوينه وتوصيفاته شارع تخلص من زعماء المنصة الانتهازيين وغيرهم من رعاة التظاهر الدستوري لتضيف هذه التظاهرات زخما جديدا للغضب العراقي الذي آن أوال انفجاره